اشتركوا في القناة كل عام وحضرتكم بخير وانا بيسعدني الحقيقة ان اطل على حضرتكم من هذه الشاشة الجميلة شاشة الصحة والجمال من كل قلبي اتمنى لحضرتكم ان شاء الله ان يبلغنا الله سبحانه وتعالى يعني هذه الايام التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي خير ايام الدنيا العشر الاوائل من شهر ذي الحجة الشهر الفضيل المبارك المرتبط في قلوب وفي نفوس المسلمين الامة كلها بعيد الاضحى المبارك العيد الكبير زي ما يسميه وبالاضاحي وبالصدقات وبإحياء السنن وبالصيام وقيام واذكار وتلاوة قرآن وعبادة في ايام معلومات الايام محدودة لكن تضخ فيها الحسنات وضخن ويضاعف الله سبحانه وتعالى فيها الاجور من اوسع ابوابه وربنا سبحانه وتعالى لما وصف نوع الفضل الذي يتفضل به على عباده قال والله ذو الفضل العظيم فانت تخيل بقى تخيل حضرتك فضل ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان الذي يصف نفسه بهذا الفضل ومن أصدق من الله حديثة اللهم لا أحد ومن أصدق من الله قيلة اللهم لا أحد الحقيقة للموضوع العزيز تكلم فيه موضوع مهم للغاية لأنه يتعلق بمعرفة المسلم بربه سبحانه وتعالى العلماء بيقولوا على قدر قوة المعرفة بالله سبحانه وتعالى على قدر ما يكون حبه في قلب العبد على قدر ما يكون خفة الإنسان في طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة أيا كانت الطاعة ما تبقى شتئيلة على قدر تحمله لما يقع عليه من اختبارات وامتحانات وابتلاءات وأزمات لأنه عارف ربنا سبحانه وتعالى من أوسع أبواب المعرفة وهو باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى حسن الظن بالله دي ربما عبادة قد تكون مجهولة احنا بندخل في الإجراءات مباشرة أو في العبادات في ممارسات الشعائر كمسلمين توارسنا هذا صلاة صوم تلاوة قرآن حج عمرة إجراءات بننفذها لكن قبل كده بشوية محتاجين نرجع خطوة أو خطوتين ندخل من الباب الحقيقي اللي يضمن لنا إن الشحنة والوقود النفسي يظل مشتعل لا ينفذ رصيدنا ونلاقي نفسنا حصل لنا ضعف أو مع أي أزمة حصل لنا انصراف عن الطاعة أو ربما بعض الضعفاء قوي يبدأوا يتسخطوا على القدر اش معننا وليه ما الناس كلها عايشة هي اش معننا اش معننا ده بالعكس ده أنا بصلي ويبدأ يتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى معاملة خدوهات هو تعود حتى في النعمة على المصروف اليومي النعم اليومية اللي ربنا سبحانه وتعالى مدهاله أو محافظه عليها سبحانه وتعالى هو على كل شيء حفيظ تسمع البصر الحركة الماشي النوم اليقظة اتعود على كده فلما يحصل فيه نوع من الاختبار في هذه النعم فين مصروفي فين النعم كأنه هو بيشترط على الله ده كله بيجي من ضعف فكرة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى عشان كده انت تستغرب لما يكون أواخر كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو خد بأيدينا وعرفنا مين ربنا سبحانه وتعالى من هو الله سبحانه وتعالى وارشادنا الى الطريق وقال لنا يا ايها التائهون تعالوا الطريق من هنا وربنا سبحانه وتعالى دلنا على طريقه واكد لنا ان احنا كل ما نقرأ الفتحة بنؤكد على استمرارنا وان احنا محتاجين ان ربنا قدام خططي في الدنيا ومشغلها يخلينا سبتين على الطريق دي في كل سورة فتحة بنقرأها في كل فاتحة بنقررها في الصلوات المفروضة او في النوافل اهدنا الصراط المستقيم طيب ما ربنا هدانا والحمد لله مسلمين وبنصلي وبنسم الهداية يعني يا رب ثبتنا اعدلنا على هذا الطريق المستقيم فلننحرف الى غيره لانه هو طريق واحد الحقيقة ربنا بيوصفه بقولوا ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتابعوا السبل الطرق الاخرى فالحقيقة لما احنا المعنى ده بنركز فيه اللي هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بتنلاقي نفسنا امرنا في التعامل مع الله سبحانه وتعالى او التعامل مع وقائع الحياة بنلاقي نفسنا الامور سهلة الاية بتقول تانية بنفكر بها وربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ده طريق وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتابعوا السبل السبل يعني الطرق الاخرى تشتتكم فتفرق بكم عن سبيله يعني تاخدكم من هذا الطريق اللي انتوا كل شوية بتدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان يثبت اقدامكم عليه واللي بقوله ده مسألة تتعلق بحياتنا مع الله مسيرتنا مع الله سبحانه وتعالى لان احنا امة اعمرها محدودة ما بنعش الف سنة ولا الف وخمسمائة سنة ولا مئات السنين انما اعمر امتي ما بين الستين والسبعين واقلهن واقلهم من يجاوز ذلك بكتير اول او حد عاشم مئة مئة سنة نقول ده معمر ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بامة الاسلام او بهذه الامة انه مع هذه الاعمار القصيرة ضاعف لها الحسنات فادنا ليلة مثلا في رمضان ليلة القدر خير من الف شهر بالعمر كله الحسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء والاسلام جاء يفتح لنا ابواب من الطعاط فيها حسنات لا حدودة له دي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالانسان وخلق الانسان ضعيفة وربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة اللي نزعيهم القرآن ولنا من بعدهم الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفة اذا نرجع تاني للنقطة الانطلاق النقطة الاساسية اللي بنتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى مع اوامره اللي امرنا بها مع المحاذير والنواهي اللي نهانة عنها وده بتبقى تقيلة لان النفس دائما بتدفعنا اللي احنا نرتكب النواهي خصوصا اذا كان فيها شهوة اذا كان فيها لزة اذا كان فيها مغريات والانسان حبب اليه زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقاي المسومة والانعام والحرف الى اخر ما وصف الله سبحانه وتعالى حبب له ذلك من الحلال وحبب له ايضا الحفة الجنة بالمكاري حفة النار بالشهوات فإن لي خليني دايما اتعامل مع الطاعات بقوة ومع الاوامر يعني ومع المنهيات ما بقاش ضعيف قدامها وابقى متماسك ومهما يتم من اغراءات حولي لا اضعف هو ان اتعرف على الله من الباب الواسع من الباب الصحي وان احسن الظمن بالله سبحانه وتعالى اول شيء واحنا داخلين على موسم طاعة اوقاته قليلة عشر تيام لكن الحسنات فيها كثيرة يحتاج الانسان ما فيش براح من الوقت يحتاج الانسان يشحن قلبه بانواع الطاعة اللي يقدر يصوم نصوم اللي يقدر يقوم يقوم اللي يقدر يتصدق يتصدق اللي يقدر يضحي يضحي اللي يقدر يصل ارحمه يعني ابواب الطاعة مفتحة كيف تكون خفيفة اننا احسن الظمن بالله سبحانه وتعالى فيما شرع ان ربنا سبحانه وتعالى ما شرع لنا هذه الشرائع سواء الكليات الفرائض او السنن كما جاءت على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم وفي ممارسات السيرة النبوية التي مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحتنا وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس لمجرد التعذيب وفيش خصومة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى جل شأن وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم والشكر والإيمان لا ينفع الله شيء إنما ينفع العبد ويصلح حاله في الدنيا فضلت الشيخ محمد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور مصطفى يا ألف مرحبا سيدنا الحمد لله على سلامتكم سلامكم الله الشاشة نواركم صناف الصحة والجمال نوارك ربنا يبارك في مناورة بحضرتك والأكارم جميعا ربنا يحفظك يا دكتور مصطفى كم أنا سعيد والله إن أنا بكلم حضرتك وحضرتك على الهوى يعني والله يعني السعادة ليه يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك ربنا يسعيدك ويبارك فيك يا رب وحمد الله على دكتور الله يسلمك يا شيخنا ربنا يحفظك الله يعزك ويرضع عنك ويرفع قدرك وينفع بيك يا رب العالمين جزاك الله خير الله يبارك فيك وأن تالك ادعالي ساعة أختنا الصغيرة أختنا خديجة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا أهل الجزائر كل سنة متطيب وأنت طيبة وحمد الله على سلامتك وعودة ميمونة إلى محبيك بزاك الله خيرا وخاصة أحيي المخرج الرائع وعلى حقوق الاستقبال أدعالي أنا أذكر جزيلة الشكر فقط عندي سؤال يا سيد مطفى كيف نفسنا الظن بالله عز وجل نعم بزاك الله خيرا نعم هو ده السؤال الحقيقة اللي بتدور حوله حياتنا كلها مسألة حسن الظن بالله وتجديد حسن الظن إن الحياة فيها مطبات وفيها عقبات وفيها اختبارات وفيها ابتلاء بالنعمة بالسراء والضراء فإن لم يكن عندنا سند من قوة الحسن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى نضعف والضعف ده له درجات قد يصل زي ما قلت في أول الحلقة إلى التسخط على القدر اللي هو الركن السادس من أركان الإيمان وأن تؤمن بالقضاء والقدر حلوه ومره خيره وشره أو خيره وشره حلوه ومره ده ركن أساسي لأنه هو ده اللي يتوكأ عليه الإنسان في مسيرة حياته كلها إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ماشي في طريق واحد يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كيف نحسن الظن بالله؟ ده سؤال في غاية الأهمية أولا في أن يتعرف الإنسان من هو الله انت جاي النهاردة بعد 1400 سنة أو أكتر من الإسلام تعرف المسلمين من هو الله؟ طبعا إحنا محتاجين لتجديد هذه المعرفة صحيح نعرف أنه الخالق الرازق رب السماوات والأرض وما بينهما وما إلى ذلك أما ليه الضعف بيعترينا؟ لأن هذه المعرفة تحتاج إلى شحن دائم إلى وقود نفسي وقلبي ونور يتجدد في قلب العبد حتى لا تضعف ولا يفتر ولا تختل نيته ولا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى إن في ناس ما عرفوش ربنا صح ففي أوقات معينة أساء الظن بالله عز وجل وحشاه سبحانه وتعالى ربنا قال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أهلاككم وأوقعكم في المهالك فأصبحتم من الخاسرين وعشان كده بقول أن من العجائب أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يلقى ربه قبل ما يموت بتلك تيام ثلاث ليالي كان يردد ويقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله شوفوا لهو قاعد يربي المسلمين عليها أو على هذا المعنى معنى إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء في المنشط والمكره في السعادة وفي بعض أوقات الحزن حسن الظن بالله يجعلني أفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى أن كل ما يختبرني الله سبحانه وتعالى به من نعماء أو من ضراء إنما له حكمة فيه ظهرت هذه الحكمة خير وبركة تثبيت من الله لم تظهر فأنا أنا موقن ومؤمن تمام الإيمان أنني أعبد لأعبد ربا اسمه السميع العليم الحكيم البصير الغفور الرحيم له الأسماء الحسن السؤال المهم اللي طرحته الأخت خديجة واللي بنطرحه طول الوقت على أنفسنا بشكل فردي أو على الناس في دعوة إلى الله والتذكير بالله سبحانه وتعالى كيف نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى زي ما قلت البداية أن نجدد معرفتنا بالله عز وجل علشان ما تبقاش المسألة ما احنا عارفين ربنا وتبقى مسألة فاترة لا تنعكس حتى في أداءنا في العلاق ما بيبقاش في حالة من الخشوع إذا صلينا عايزين نقوم بالإجراءات زي ما بيقولوا كده إسقاط الصلاة إسقاط التكاليف أدي نحن عملنا لا ربنا ربط الفلاح مش بإقامة الصلاة بس إنما في أول سورة المؤمنون جعل من أولى صفاتهم أو من أول الصفات التي يتحلى بها المؤمنون الخشوع في الصلاة مش الصلاة بس قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم يصلون لا الذين هم في صلاتهم خاشعون كيف تأتى هذا الخشوع من عمق معرفتنا بالله سبحانه وتعالى واستحضارنا لأسماء الله الحسنى وصفاته العلاء أخت صفاء سلام عليكم صفاء الأخت صفاء صفاء وصفاء واحد سلام عليكم عليكم السلام يا مرحمة أختك بقول لحضرتك يا سيد ما هي الأعمال التي تنير لنا الكبور أي أفضل الأعمال التي تنير لنا الكبور نعم وعاوز أقول حاجة عن حسن الظن بالله اللي أنت بتتكلم فيه فضالي كن عند حسن ظن بمولا ولا تيأس فإن عينه طرعا وفعل الخير على مدى الحياة وانتظر العافية فإنها سر النجاح واستعمل كل الطرق لتحقيق النجاح وسلم قلبك لربك تسلم بإذن الله الله ما شاء الله عليك أنت كده خلاص أو ما أمشي أنا بقى خلاص أنت قلت الحاجات الجميلة خلاصة القول الطيب ربنا يبارك فيك طبعا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ده باب واسع جدا يحتاج لحلقات كثيرة جدا لأنه عبادة أنا مش عايزة أقول إنها مفقودة الحمد لله نحن نحسن الظن بالله قدر استطاعتنا لكن بقول إن عبادة لابد أن تتجدد في قلب المؤمن باستمرار الباب الواسع لها هي التعرف على الله سبحانه وتعالى طب أتعرف على ربنا إزاي ما نعرفه استنى بس ما تستعجلش ربما نظن إن إحنا نعرف ربنا سبحانه وتعالى وفي مناطق جهل بالله سبحانه وتعالى أو مناطق مظلمة محتاجين نور المعارفة يشعى علينا لما نتعرف بأول شيء معرفة الله سبحانه وتعالى ادخل مثلاً على أعظم آية في القرآن كلكم عارفينها آية الكرسي إن ابن يسعى السلام قال عنها إنها أعظم آية القرآن هي آية الكرسي كلنا حفظينها واللي مش حفظها يجب إنه هو يحفظها ويحفظها لأولادي لأنها من من أخطر الأسلحة على الشيطان اللي هو عدونا الأول وهي حافظة وفيها وهي آية وحدة فيها تعريف بصفات الله سبحانه وتعالى الذي إن دخلت من بابه يحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى آية الكرسي ربنا يعرفنا بنفسه في هذه الآية الكريمة الآية العظيمة أعظم آيات القرآن يقول تعالى الله لا إله إلا هو ابقى البداية توحيد الله سبحانه وتعالى أن تعلم وتوقن أنه لا إله إلا الله خير ما قلت أنا والنبيون من قبل كلام النبي عبدالسلام لا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لشهادة المرور إلى الجنة توحيد الله سبحانه وتعالى لأن أي أنواع من العبادة لو بلغت مثل جبل أحد على غير توحيد الله وتصفية العقيدة والدخول على الله من باب أسمائه وصفاته الواردة في الكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إبقى إحنا مشيين بنتعب نفسنا على الفاض فالتوحيد هو قاعدة العبادة هو الأساس أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف نهار فنهار به في نار جهنم شوف المسألة مسألة التأسيس فتأسيس العبادات على توحيد الله سبحانه وتعالى أن الله هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك وكبره تكبيرا وليس له ولي من الذل سبحانه وتعالى كل هذه الأمور اللي إحنا عارفين إنها مجرد معلومات عارفينها لابد أن تتجدد إيمانا مشتعل في قلب المؤمن في كل يوم في كل لحظة يجددها أختنا أمو كريم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ أهلا وسهلا بحضرتك فضلي كل عمو حضرتك بخير وأنت بخير أخت كريمة أبنا يا كريمة حضرت معاك حضرتك أنا بس كنت عايزة أعرف إيه الأعمال اللي تقربني من ربنا أنا حضرتك أنا مغسلة أنت إيه أنا حضرتك مغسلة بتغسل الأ أيها نعم بس الحمد لله يا شيخ بس أنا في قرب شديد يعني مش عارفة فيه إيه أنا أنا عندي قرب شديد نعم بنا سبحانه يعني مش عارفة يعني رغم أن الواحد بيعمل كل اللي ربنا يقدروا عليه وبعمل حاجات كتيرة تقربني من ربنا وبس فيه قرب يا شيخ على طول نفسي بتاعبانه وكده طيب يا أخت الكريمة طيب بارك الله فيك أنت بتقولي مكريم خليني أدخل من بابك من سؤالك بتقولي أنا يعني بشتغل أو بقوم بعملية تغسيل الموت وعايز حاجة تقربني من ربنا سبحانه وتعالى هيكون تكون باب من أبواب تفريج القرب اللي أنا في أنا مش لاقي حاجة أقولها لك أكتر من اللي أنت بتعمليه يعني تغسيل الموتة بتشوفي قدامك يعني ميتة طبعا أنت أكيد بتغسيل النساء بتشوفي إنسانة كان لها حياة ولها اسم ولها أولاد ولها زوج ولها كذا ولها أحفاد وانت بتغسليها فيه أكتر من كده يقربنا من الله سبحانه وتعالى أنا واسف أنك انت بتعملي ده يعني لله سبحانه وتعالى لكن من أين يأتي الاكتئاب من أين يأتي الضيق من أين يأتي هذا الكرب الشديد ما هو موضوعنا إن إحنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وما نتعاملش مع ربنا سبحانه وتعالى بالشروط إزاي يا رب ده أنا بعمل خير وبلاء النتيجة كده لا يبقى إحنا لسه معرفناش من ربنا سبحانه وتعالى معرفة صحيحة أنا عايزة أديك رشدة سريعة أولا أكثري من ذكر من ذكر الله سبحانه وتعالى مش هقولك أكثري من ذكر هادم اللذات لأنك أنت عايشة معاه تغسيل الموتى ده مفترض أن يهون عليك الحياة كلها والدنيا كلها التي لا تسوي عند الله جناحة بعوض بعد الحزن والضيق والاكتئاب الشديد والقرب والزعل وبعدين ماهي النومة دي وتغسيل الموتى إيه معنى الحياة نزعل على إيه صحيح الإنسان بيحزن الأشياء في الدنيا بفطرتنا بطبعتنا لكن يقول لنفسه في النهاية كل من عليها فان ربنا قال أحب إنسان له في الوجود هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنك وإنهم ميتون يعني خير الخلق فارق الحياة أحبب ما شئت فإنك مفارقه فإذن ده اللي يخفف يعني خلي عندك فلسفة في الأمور أنت في إيديك هول الموتى اللي أنت بتغسليهم بعد الأحزان أكيد فرحه وحزنه وعيشه واتجوزه وأكله وشربه ورحه مصايف ورجعه وربه وخليه يعني عمله تقريبا كل حاجة في الدنيا ثم ماذا في النهاية إيه النومة دي يبقى تزحلي على إيه فوضي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر الله أكثر من ذكر الله اسمعي قرآن كتير فضفاضي لحد بتصقي فيه من حبيبك من صحباتك يعني أحيانا الفضفاضة والإفضاء لحد أمين بتخفف عن الإنسان شوية هويني يعني بساطي الأمور مع كثرة الدعاء الأنبياء شوفي كيف كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى وهم في كرب شديد وأيوب إذ نادى ربه أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين اتصرف فيا بقى يا رب أنت أرحم الراحمين أنا مليش غيرك أنا واقف على بابك يا رب مخنوق يا رب مداء قولي الربنا مش باللغة العربية قولي الربنا اللي في قلبك بطريقتك والله سبحانه وتعالى يتقبل منه أنتوا عارفيني التلاتة اللي دخلوا الغار ويمكن حديث أنا قلته في هذه القناة في الصحة والجمال قبل كده حديث ثلاثة اللي دخلوا الغار وكل واحد وقعت عليهم صخرة قفلت باب الغار وانتظروا الموت واحد قال طم تفكروا كل واحد يفكر فينا في عمل كده عمل وعمل صالح بينه وبين ربنا ما حدش شافه وكان مخلص فيه كده يمكن ادعو ربنا بيه يمكن ربنا يفرج الكرب ده وفعلا بدأ كل واحد يدعو ربنا سبحانه وتعالى بحكاية طويلة كما وردت في في الأحاديث في كتاب رياند الصالحين وغيره تحس إيه ده الدعاء ده مش اللهم اغفر لي اللهم اتقبل مني اللهم كذا كل ده حلو لكن كل واحد بيحكي حكايته ربنا رب العالمين الذي خلق فسوى وقدر فهدى لدرجة ان واحد فيهم بيحكي ربنا زنب كان خلاص على واشك يعمله الواحد مش ممكن يحكي لواحد صاحبه ولا اقرب الناس ليه يحكي ربنا لان ربنا هو السميع العليم هو الذي سطر والذي عفى والذي غفر شوف معانا حد أستاذ إيمان سلام عليكم عليكم سلام عليكم تفضلي يا أستاذ أنا جلتك مش أنا بصار لي لا أنا أنا متسامح حضرتك تفضلي بقولك أنا بصار لي سماء بس ده حاجة أنا بعملها يعني بصار لي وبرد عاملها تاني بصار لي برضها وعملها تاني وأنا مش هارف أعمل الشباب في كنترول أنا الصوت برضو مش واصلني قوي معلش عشان لها حق علينا لو هي تعلي صوتها أو ترفعوا الصوت من عندكم طيب من فضلك رفع صوتك شوية بقولك يا عم مشي أنا بصار لي بلاختي ماشي وبصوم وبعمل كل حاجة حالة بس ده حاجة أنا بعملها تمام يعني ممكن أصار لي ورجع عاملها تاني وأنا مش حاجة أعمل حياة دي تاني يعني زنب معين أي زنب ونفسي يعني ربنا يسمحني وكل ما بصار لي بحس أن ربنا محجبني صلى الله عليه وسلم طيب هجوب وهو ده برضو مسألة حسن الظن بالله سبحانه وتصحيح في حاجة اسمها اتهام النفس دايما الإنسان يشعر أنه مقصر وفعلا كلنا مقصرين كله بني آدم خطاء وخيره خطائين التوابون وربنا سبحانه وتعالى ودي بشرة بيحب مين شوف لما ربنا يقول إن الله يحب من مين معنا طيب كم أستاذ ميرفا السلام عليكم طيب من عظمة ورحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده إنه يحب مين تتفاجئ بقى صحيح ربنا إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين لكن في هذا السياق فيها يعني في قائمة الحب اللي ربنا يحب عباده من خلالها تخيلوا مين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين خلي بالك من الأولى دي بقى التوابين يعني إيه من كثرة ذنوبهم يكسرون التوبة منها يعني بيعملوا ذنوب كتير لكن كلما أحدث الواحد منهم أو الواحدة منهم ذنبا أحدث له في المقابل توبة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتق الله حيث ما كنت وخالق الناس بخلق حسن أو الأولى وأتبع السيئة الحسنة تتمحوها ما تخليش فيه مسافة بين الزنب وبين التوبة بتعمل زنب انت ضعيف فيه بسرعة جدد التوبة الصادقة وإنك فعلا مش هترجع وهتقع فيه تاني ربنا يعلم ضعفك لكن طالما أنت بتتوب إلى الله سبحانه وتعالى عالم عبدي في الحديث القدس أن له عبدا يأخذ بالذنب فاستغفرني غافرت له والآية العجيبة في سورة آل عمران بتصف ناس مش هقول الصوامين والقوامين لكن والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم إيه؟ فعلوا إيه؟ فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاءوا واغتسلوا وعرفوا أن لهم رب يغفق يعني ما فيش مسافة لأن الشيطان هيجي يقول يا عمك ده أنت خارب الدنيا ده أنت عملتي وعملتي عمد يجي بقى أنت عايزة تصلي لا انسي انسي زي ما بيقولك كده الشيطان يقولك ولا صلى ولا ولا ما بقولك أي حاجة بس خلاص بدأنا في مرحلة التيئيس عشان يعني يقطع الحبل الأخير اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى دي من أخطر حيل الشيطان ومن تلبيس إبليس على الناس لا بنعمل زنوب آه هنعمل زنوب لدي طبيعتنا احنا ضعفاء الآن وخلق الإنسان ضعيفة والله يريد أن يتوب عليكم ودنا كل عوامل التوبة اللي تساعدنا على التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيمة إذن إحنا في صراع ما بين هوانا وأنفسنا وبين شيطان الإنس وصحبة السوق واللي بيأخذون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى ده صراع دائم وهذا هو مجاهدة النفس وربنا سبحانه وتعالى يقولون طول منتوا بتتعبوا معايا طول منتوا بتشقوا عشان تبقوا صح أنا سأغفر لكم والذين جاهدوا فينا يعني ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في سبيل الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين عايزين محفزات أكتر من كده نحن نعبد ربا قال للمسرفين المسرفين مش اللي عملوا زنوب قليلة أصرفوا على أنفسهم قل يا عبادي وما حرمهمش من كلمة يا عبادي نادى عليهم بأحد أنواع النداء قل يا عبادي الذين أصرفوا خلي بالكم كلمة دي عشان محدش يستعزم زنوبه على الله سبحانه وتعالى ودي مش دعوة لأكثر من الذنوب لا بقولك أنا وإنت ضعفاء هنوع في الزنوب لكن نعلم أن لنا رب يغفر نرجع له بسرعة فكرة بسرعة وفكرة المشي إلى الله المسارعة في الخيرات ربنا سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله مش أنا اللي بقول كده ده رب العالمين تبارك وتعالى هو الذي يقول هذا يعني محدش يشغب على هذا ولا يشدد على الناس ولا يغلق في وجوه الناس باب التوبة محدش يملكها إلا الله سبحانه وتعالى لما واحد قال والله لا يغفر الله لفلان قال من ذا الذي سبحانه وتعالى قال من ذا الذي يتألى علي لقد غفرت له وأحبطت عملك لأنك بتدخل في منطقة مش بتاعتك هو الغفار هو سبحانه وتعالى الذي يستر العيوب ويغفر الذنوب والذي قال ورحمتي واسعت كل شيء رحمتي واسعت كل شيء قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا شوف كلمة جميعا لفظ شمول وعموم وكلية إنه هو الغفور والرحيم يبقى دا لما يجي الشيطان يقول لك لا خلاص مش نفعلك الصلاة وما له هو هو عايز يمنع الصلاة دي الركعتين بالصلاة دي عايز يحرمك منه طول ما احنا على طريق ربنا سبحانه وتعالى في طاعات وفي معاصي في قوة وفي ضعف طول ما الإنسان في مرحلة الصراع والمجاهدة يبقى بخير إنما لو ريح في الطريق خلاص خطفوا الشيطان ونقلوا للرصيف التاني للمنطقة التانية اللي فيها ترك والإهمال يعمل مسافة بينه وبين الطاعة مسافة بعيدة جدا لذلك أنا بقول لي إخواني من الدعاء دايما أنتو بتعلمونا قربوا المسافات للناس بلاش تجيبوا كلام السلف دي وجهة نظري ممكن أبقى مخطئ لكن من خلال تجارب عملية اللي غرقان في الزنوب أوي زي حالتنا ما تجيبلوش مثلا رواية وعزوا بيها تقولوا أني مثلا سيدنا عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ليلة يعمل إيه يعني ده هو غرقان في الزنوب يدوبك تحطه على باب يعني دعوة الناس تحتاج إلى أن تأخذ بأيديهم كما كان يفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده سيدنا معاذ اللي النبي خد بإيده والله قال والله إني لا أحبك شوف شهادة قد إيه في يوم تاني قال له أفتان أنت يا معاذ ليه عمل إيه معاذ عشان يفتن الناس عشان رح صلى مع النبي وتواعد مع قوم إنما يرجع كانوا بعيد مش قادرين ييجوا للنبي يصلي بيهم صلى بيهم بصورة البقرة صلاة العشاء في ناس طلعت من الصلة لأن كانوا جايين من التجارة ومجهدين فاتهمهم بالنفاق فاشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى سيدنا معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ الفكرة في إيه الفكرة أن ديننا سهل فلنصعبه على ناس والله سبحانه وتعالى قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب شوف قلمة قريب أجيب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الأخت آية السلام عليكم فضالي يا آية هو دلوقت يعني لو أنا بسرح وبسرح في الصلاة هالسلات المزهولة بتصلي وإيه وبسرح تسرحي في الصلاة ولو عندي حد بحبه جاوه عندي وعايزة عايزة أنه هو يصاب لي وكلا أعمل إيه طيب حاضر طبعا دي طيب أستاذة فاطمة السلام عليكم وعليكم السلام فضالي يا أستاذ وعليكم السلام أهلا بيك تفضالي معاك أيها حديثة الشيخ ثماني أسامعك أقض فضالي بقود لك دلوقت بأثنات حديث إن كل دعاي محكوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فدلوقت أنا كل مدى يا ربنا لازم أن أنا أذكر يعني أصلى على النبي الأول وبعد كده أدى تمام شكرا سيطرة طبعا يعني لا يرد دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء بنثني على الله دي من أداب الدعاء ومن السنن بنثني على الله سبحانه وتعالى أنت الكريم والعظيم الواحد وأحب أسمائي وصفاتي ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كأن بندخلين على يعني عظيم فما بندخلش كده على طول إنما نثني ونخبط على الباب تشبيه يعني ثم ندعو بما يعني يصر الله سبحانه وتعالى من الدعاء ثم نختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسيت دل دعائك إن شاء الله مقبول وقال ربكم دعوني أستجب لكم لكنها من أداب الدعاء ومن سنن كما جاء في كتب الأحاديث الأسئلة التي وردت عن الصلق يعني متعددة لأن فعلا الحديث بيقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه البداية الفريضة عشان كده لازم يبقى حرصين نظبط صلواتنا الصلاة تبقى في وقتها الصلاة يعني إذا صليت وأنا مش حاسس بخشوع أراجع نفسي الصلاة اللي بعدها أظبط شوية إن أنا أكون مستحضر يحصل سهو مفيش مانع يحصل لنا لكن السهو اللي يتعلق بحكم اللي هو سجود سهو يعني نسيت ركوع نسيت معرفش إيه ده اللي هو أحكم تاني إنما السهو للانشغال ده سرقة من الشيطان الشيطان يسرق منا خشوعنا إن العابد لا يخرج من صلاته وما كتب له منها إلا تسعها إلا عشرها إلا نصفها يعني على قدر خشوعنا في الصلاة بيتكتب لنا الأجر لما نستحضر الحكاية دي في قدامنا يعني إيه أطلع من صلاة العصر ولا من صلاة المغرب أو أي صلاة بصليها فاضي بلا حسنات صحيح اسمي صليت لكن صلاة جوفاء لا تؤثر فيه إذا كنت بأعمل بعدها معصية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر فين الصلاة اللي تنهى الصلاة اللي تؤثر فيه لدرجة تخلي تخليني وانا رايح أعمل الغلط تقيل علي الغلط أوي يعني لو عملته أبقى كره المرة الجاية مش هعمله عايزين النوع ده من الصلاة للخشوع وده برضو يرجع لموضوعنا الأساسي وهو تعرفنا على الله سبحانه وتعالى صح زي ما قلت من باب التوحيد ونبدأ بقاية الكرسي نتعرف على ربنا بيقول عايزين تعرفوني أنا مين الله لا إله إلا هو حي القيوم حي لا يموت سبحانه وتعالى وده يخليه يفتح باب من حسن الظن بالله إن كل اللي بتعبده مش هتعبده شهر وهيموت أو هيرحل أو هيرغيب عنك سبحانه وتعالى أبدا ده إحنا هنرحل وهنرجع له سبحانه وتعالى وهو حي لا يموت عشان كده في التوكل قال الله لنبيه وللمؤمنين إلى يوم القيامة وتوكل على الحي الذي لا يموت ذكرت بالنص كده في الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد يمكن أنت ليك وسطة في حياتك بسندك طول الوقت لكن الوسطة دي إذا كان حد مثلا كبير اتحال على المعاش ولا خلاص ولا مات خلاص فقط لكن ربك الذي تعبده حي لا يموت فيجب عليك أن تتوكل عليه فإنه حي قيوم لا يموت سيد خالد سلام عليكم شايخ أهلا وسهلا من حضرتك باركيك تمام فضل سيد خالد أعمل شايخ بس على عدد تدعي بس تدعينا رب ليه لكل ظالم تدعينا رب ليه لكل ظالم يعني ندعو الله سبحانه وتعالى بكل ما دع به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك من خير ما دع به رسولنا صلى الله عليه وسلم وأن تصف عنا شر ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم وطبعا خير الأدعية ما دع به النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويدعي الدعاء اللي فيه الخلاصة يعني الدعاء الجامع زي ما القرآن علمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الدعاء الجميل لربنا سبحانه وتعالى أرسله هبة من الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا شوفوا جمال الدعاء شوفوا حلاوة الدعاء للقرب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا شوف لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بيود محتاجينها في كل وقت ولا تحملنا ما تشايلناش فقطائتنا يا رب العالمين ونكرر الدعاء في حد ذاته تنفيس قبل الإجابة الدعاء في حد ذاته تفريج للقرب وتخفيف عن القلب بيعمل لك حالة إفضاء ولذلك بعض العماء يعني عملوا دراسات في الشفاء بالدعاء الدعاء لوحده لأنك بتدعو الله سبحانه وتعالى وإنت موقن أن الإجابة عنده سبحانه وتعالى يعجلها لك أو يؤخرها لحكمة ده برضو اللي يسندك وده من باب حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يعجل يعني يقول قد دعوت وقد دعوت فلم يستجب لي فحينئذ يستحسر عن الدعاء ويتأخر ويسيب الدعاء ده خطر الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كلما بقوله كلما تعرفنا على الله سبحانه وتعالى كلما حسن ظننا بربنا تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ربنا بعرفنا بنفسه بتسأله ربنا بينام بينام إيه يعني قد إيه بينام كل يوم ولا بينام بعض الوقت من النوم سؤال طرح إيه اللي بتقوله ده ربنا اللي أجاب سبحانه وتعالى بعرفنا بنفسه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إمكانياته قد إيه تبارك وتعالى أنا بس بشبه بتشبهات قريبة للأسادة المشاهدين وحشاه سبحانه وتعالى كله ما خطر ببالك في الله بخلاف ذلك له ما في السماوات وما في الأرض ها لله ملك السماوات والأرض ها خلق ما في الأرض جميعا منه والله قدرته قد إيه والله على كل شيء قدير كل الإجابات اللي بيطرحها عليك خيالك إجابتها موجودة في القرآن عشان كده بعدنا عن القرآن بيخلي الأرض الإيمان في قلوبنا جافة تنشف إنما كلما قرأنا القرآن عمل يعرفك بربنا من كل إجابة فربنا بيصف لنا نفسه سبحانه وتعالى بيعرفنا بذاته تبارك وتعالى من خلال أعظم آية في القرآن له ما في السماوات ما في الأرض من ده الذي يشفاه عنده إلا بإذن يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ويقول لك واسع كرسيه السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى بعدما وصف نفسه في آية الكرسي اللي إحنا كلنا حفظينها بيقول لك أنا بعرفكم بنفسي مش عشان أجبركم على الإيمان لا الإيمان اختياري بعدها على طول الآية اللي بعدها يقول لك لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن بالله ويكفر بالطغوط فقد استمسك بالعروة الوثقة لم في صاملها والله سميع علي وبعدين يقسم بقى الفريقين الله وليه الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ظلمات الكفر والفسوق والعصيان والضيق والاكتئاب والأحزان وكل المشاكل بالإيمان بالله حتى لو كانت ضائقة ما تحلتش أنت الدلك قوة وشحنة أنك تواجه كل هذا بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى طبعا موضوع حسن الظن بالله عبادة مفقودة أو عبادة مجهولة نحتاج أن نتكلم فيها أكثر وأكثر لأن فيها أدلة وفيها قصص عظيمة جدا وجميلة جدا ونحن نحتاجها في كل وقت وخصوصا ونحن دقلين على عشرة أيام نحتاج فيها إلى همة عالية وعزيمة حتى نقبل على الله تبارك وتعالى ونؤد الطاعة بخفة وبحلاوة وبلذة حتى يقبلنا ربنا تبارك وتعالى ويغفر لنا ويرفعنا وإياكم الدرجات العلا أنا سعيد بوجودي مع حضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على كل خير وأن يفرق قرب كل مكروب وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والأخير وأن يملأ بيوتنا رحمة وبركة وأن يجعل مصر بلادنا سخاء رخاء ويجعلها خير بلاد العالمين يا رب العالمين وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا تحرموني من دعوة صالحة جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته